فلو أخذنا السلايد الثالث اللي يوضح أكثر احتماليات احتماليات كيف تحركنا وكيف لو لم نكن تحركنا بهذه الاتجاهات ففي هذه أيضا نجد منحنيات ثلاثة المنحنة إذن مش هاي هاي هذا هاي أوك فنجد في آخر الشريحة ثلاث منحنيات المنحنة الأزرق والمنحنة الأصفر واللي هو إذا ما قمنا بعملية الحظر الليلي ويوم الجمعة والمنحنة الأحمر في الأعلى وهو إذا ما تركنا الأمور دون أي تدخل كيف نترجم هذه اسمح لي أن أخذ آخر شريحة بهذا التقديم يعني نأخذ الشريحة الأخيرة اللي عنا حتى نضع هذه المنحنيات الوبائية على شكل أرقام فإذا ما أخذنا الشريحة الأخيرة بهذا الجدول نجد حقيقة في العمود اليسار وهو يخص خصيصا حظر الجمعة والحظر الليلي وماذا سيحدث من زيادة في الحالات حوالي 48% تزداد حالاتنا لو لم نكن قمنا بهذا الإجراء نعم وماذا يحدث للوفيات؟ هناك حوالي 18% أو 192% حالي لو لم نقم بهذا الإجراء انظر في الخط الأسفل لو كنا تركنا الإجراءات بلا أي تدخل نجد أن هناك زيادة 2.5% يعني حوالي 250% في أعداد الحالات وأكثر من 700 وفاء شو يعني هذا الكلام؟ ببساطة لن نستطيع كقطاع صحي أن نحتمل هذه الأرقام وهنا أود أن أوضح ليس الهدف من ذلك لتمهيد لأي حظر بالعكس أنا الهدف اليوم أن أطمئن الجميع أن ما نشاهد من نزول في المنحنة سيستمر وأننا مقبلون بإذن الله على انفراج في كل هذه الإجراءات التي نتخذها لأن المنحنات الوبائية تتوقع ذلك وأيضا ما أريد أن أقول للجميع اليوم لو كان عندنا أمامنا هذه الأرقام وصدقت في الموج الأولى واليوم نتوقع حدوثها في الموج الثاني من الناحية الأخلاقية لا نستطيع أن نغض البصر عن هذه الأرقام فنحن اليوم نتصرف وكأننا نرصد عاصفة وإن لم نتحرك لها نتوقع حدوث هذا العدد من الإصابات وأنا أعتقد يمكن الإعلام سيكون أول السائلين إن كنتم تعلمون هذه الأرقام وتعلمون كيف تستطيع التخفيف منها لماذا لم تتخذ الإجراءات فاليوم هذه الأرقام اليوم أثبتنا أن هناك دراسة أثبتنا أن هذه الدراسة تستمر حتى ثلاثين أربعة أرقامها بشكل عام دقيقة وواضحة تطابقت مع الموجة الأولى واليوم المؤشرات جيدة تتطابق مع الموجة الثانية وتوحي بطوء نينة بأن هذا المنحن الوبائي ينزل وأيضا يجب أن نهنئ الجميع على التزامهم نهنئ الكادر الصحي على أن الأسوأ الآن وراءنا يستطيع الآن إن شاء الله أن يبدأوا بأخذ أشواط من الاستراحة بإذن الله قريبا جدا يعني انخفاض النسب الوبائي إذا استمقت بهذه الطريقة وحسب هذه المنحنيات يعني بإذن الله بنهاية شهر أربعة نكون في وضع جيد جدا